مع استمرار حدة القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور بالسودان وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين طالبت كتلة مدنية بفرض حظر طيران في البلاد وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين قتلة منظمات المجتمع المدني بولاية شمال دارفور ذكرت في بيان أن 19 شخصاً قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف جوي شنه الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينة مليت في ولاية شمال دارفور الكتلة المدنية طالبت بفرض حظر الطيران في السودان مشيرة إلى أن الطيران الجيش شن غارات وصفتها بأنها عبثية انتقامية على مدينة مليت بيان الكتلة المدنية أشار إلى أن المنطقة التي قصفها الطيران الحربي في مدينة مليت كانت خالية من أي مقار عسكرية مشيرة إلى أن الهدف من هذا الهجوم تعطيل ما وصفته الحياة الآمنة وتشجيد المواطنين وإيقاف الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة الاستراتيجية ومنذ أكثر من أسبوع كثف الطيران الحربي السوداني غارته الجوية في الأماكن التي تسيطر عليها قوات الدعم في الخرطوم كما قصف مدينتي سنجا والسوكي في ولاية سنار بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى في إقليم دارفور وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري استهدف قصف متفعيل لقوات الدعم السريع مدينة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والأحياء السكنية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وفق ما أفادت مصادر محلية ترجمة نانسي قنقر